شركت بلادنا في فعاليات يوم الزراعة العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة المصرية القاهرة بالتعاون مع وزراء الزراعة العرب وجماعة الدول العربية تحت شعار نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل المستدام وأشهد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الانتاج الزراعي المهندس عبد الملك ناجي في الكلمة التي ألقها عبر تقنية الاتصال المرئي بجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية من تطوير للأنشطة المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنسيق على المستوى القومي وتقديم المساعدة من خلال أحدث الوسائل الجديدة والاستراتيجية الزراعية العربية وتحقيق التكامل الزراعي وأشار إلى أن القطاع الزراعي والسمكي في بلادنا تعرض إلى زمات وصراعات أثرت على إنتاج وحصاد وحفظ وتسويق الأغذية والمنتجات الغذائية والزراعية والسمكية والتي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية وألافت إلى أن وزيرة الزراع تعمل على تطوير أداء العمل في القطاعين الزراعي والسمكي وتعزيز إساماتها الفعالة في الإنتاج دعيا جميع الدول العربية إلى التنسيق المشترك لتأمين الغذاء من خلال دعم المشاريع الزراعية والبيئية للقطاعين الزراعي والسمكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع القطاعات في الزراعة والأسماك والتعليم والصحة والتي أقرتها الأمم المتحدة في العام 2015 اشتركوا في القناة